مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها مخطط السيسي لإشعال حرب دموية بين مصر وتركيا المسلمة على خلفية تفجيرات الكنائس في مصر في طنطة والإسكندرية ومن قبلها الكنيسة البطرسية البعض للأسف الشديد لم يفهم أن كل ماءة حرب تندلع قتال بين مصر وبين تركيا مدفوعة بقوة صليبية أجنبية كما سنعرض لكن الخطير في الأمر أن السيسي بعد أن حدثت تفجيرات كنيسة طنطة والإسكندرية خرج وقال كلاما خطيرا يلمح فيه إلى أن هناك مخطط لأنه يعلن الحرب على تركيا بدعم من أمريكا وروسيا قال أنه يجب التحرك المجتمع الدولي يجب تحرك المجتمع الدولي أي مجلس الأمن ضد الدول الدول دي مين الدول دي مين الدول اللي السيسي على مشاكل معها تركيا قطر السودان وممكن أفغانستان مثلا فلنسمع تصريحات السيسي وبعد كده في شهر سبعة قلنا عايزين تفويل لمواجهة إرهاب وعنف محتمل أوه هتفتكروا أنه إحنا لما قلنا وطلبنا ده كنا بنتطلبه عشان مواجهة محدودة لا المصريين عملوا أمر عظيم جدا وتصدوا لمخطط كبير جدا جدا وأفشلوا عمل وجهد وتخطيط لدول وتنظيم إرهابي فاشي للسيطرة على البلد دي وتحتمها وقفوا قدامه وقلنا أن المواجهة دي مواجهة طويلة ومستمرة ومؤلمة كمان وحيتقدم فيها ضحايا كتير أنا قلت قبل كده أن الدول اللي دعمت الإرهاب وبالدعم الإرهاب لازم تتحاسب على المجتمع الدولي على المجتمع الدولي اللي حاسب الدول دي اللي دعمت وعملت الفكرة دي أنا بوجه رسالة للرئيس فأنا بطلب منك كمواطن مصري أن تعلن في الأمم المتحدة أعداء مصر حقيين بالتسمية هناك خائنين أعدائي يا سيادة الرئيس هي دولة دولة قطر وتركيا وإسرائيل شكرا للمشاهدة في أحد ينبسك شخصيا للمشاهدة ولمشاهدة أردت حولولوك كنت حولولوك وأنا صغير كان في أسكوبر يتربوني أردت 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 أقرب فمن الواضح أن السيسي يخطط لإشعال حرب بين مصر وتركيا كيف؟ وهنجيب سابقة تدخي لك ونقول كيف؟ السيسي ذهب إلى أمريكا والتقى بطرامب وتحدث عما أسمى قضية القرن أو صفقة القرن والسيسي من قبل قال أنه خلع الرئيس مرسي وعمل الانقلاب عليه كما قال في خطاب الأمم المتحدة لأنه كان يريد إعادة الخلافة الإسلامية وقال أنه هو مشكلته مع هذه الدول هي مشكلة الفكرة طبعا يعني تركيا ملهاش علاقة بما يجري في مصر يعني إذا كان تنظيم الدولة هو الذي أعلن أنه هو الذي يفجر معنى أنا تحليلي أنا بنسبة 95% أنه تفجير كنيسة طنطة ده من تدبير الكنيسة وتوضرس تفجير كنيسة الإسكندرية قد يكون توضرس منفزه نحن ما عرفش مني لنفز أو يكون سمحوا به أو حدثة والكنيسة تستغله والسيسي يستغله من أجل إعلان دولة قطيع على الغرار ما جرى فيه في إنشاء إسرائيل في فلسطين المستعمرات السهيونية كان نفس الأمور واليهود برضو فجروا سفينة في البحر وقتلوا اليهود قتلوا بعضهم يعني فالمسألة هنا أنه تفجير في كنيسة في مصر إذا افترضنا أنه نتواضرس هو الكنيسة التي نفزتها تركيا ملاش علاقة ولو واحد من تنظيم الدولة داعش هو اللي فجرها وعملها كما يقولون برضو تركيا ليس لها علاقة لأنه أصلا تنظيم الدولة بيكفر تركيا وبيكفر أردوغان وبال بينفس تفجيرات داخل تركيا فبالتالي إيه علاقة بقى تنطب أنه هو يجي يحشر تركيا في النص في الحكاية المسألة ببساطة شديدة أنه هو بمقتور السيسي السيسي مخططه أنه يهدم الدول الإسلامية كان يريد الدخول إلى ليبيا ولكن الثورة كانت مشتعلة في مصر فخشية من انكشاف قواتي وجيشي في ليبيا في النهار داخليا كان يريد قتال السودان ولكنه خشية لأن الوضع في مصر غير مستقر وكان يريد قتال غزة وأرسل جيشه إلى غزة لكن لما جيش القصام طلع له بالأربجهات وقال له تعالى هنيجي هنا ندفنك فخشية أن جيشه يهزم وينكشف الوضع الداخلي لكن بعد أن تمكنت المخابرات الإقليمية خاصة في الخليج بالتعامل مع مخابرات السيسي من تنفيذ الانقلاب داخل جماعة الإخوان المسلمين وتعيين قيادات مولية لحكم العسكر داخل مصر ومؤيدة للعسكر ومؤيدة للحكام في الدول السيسيونية المسمى بالعربية في هذه الحالة بدأ السيسي يتحدث عن عمليات إقليمية وبدأ يشتري طائرات وحملات طائرات طب هتعمل إيه بحملة الطائرات يعني إحنا في مصر هل أنت هتروح تحارب إسرائيل؟ لا هتحارب أوروبا؟ لا هم اللي بتشتري حملية الطائرات التي تودها فيه؟ أنت ما عندكش نية التوسع أصلا ورايح تجيب لي طائرات طاولة المدى المسترالي الفرنسي وما عندهش قدراء قتالية إنه مواضح أنه هو بيجيب معدات لنقل جنود وقوات إلى سوريا إلى سوريا، إلى ليبيا، إلى الصومال، إلى أفغانستان يعني يبقى عنده وقت ما أمريكا تقول له رح هنا أو ما إلى ذلك فهو في هذه الحالة سيسي يتكلم عن دول سوف يعقبها في هذه الحالة هو يقصد تركيا تحديدا قطر بدرجة أقل لأنه في الآخر قطر ما يقدرش هو يجن حي القطر إلا لأنه في أمريكا هو في الآخر ما يقدرش يجن حي تركيا ولا قطر إلا بانتفاق مع أمريكا فيدخل سوريا تحت مسمى أنه سيقاتل تنظيم الدولة داعش أو الجماعات الإرهابية ويبدأ يفتعل حرب مع تركيا وهذا خطته وده اللي أعلن عنه أنه يقول لك لما أقبر البعض بياخد التصريحات أنه يلا ندحك ويلا ندحك لا فيش سخرين أه هو بيطلع يقول تصريحات يعني لا يستطيع أن يخفي نواياه ونواياه معلنة حتى كده أمر رئيس مرسل ولكن كوني بقى النقادات الإخوان مش عاوزة تصدق أن الخائن خائن ده نعمل فيه مين يعني تنبنا والله ما الخائن هو تقول لك أنا خائن يقول لك لا لا تخون أخيك اتق الله يا عم ده جسوس يا عم الحاجة هو المهم إذا نظرنا في هذا الأمر أصلا تركيا ورسيا يريدان قتال أمريكا ورسيا تقاتلان الآن تركيا المسلمة من خلال الأحزاب الشيوعية التي يقودها أرمن وأشريين وتلصق نفسها بالمسلمين الأقراض إن كان حزب العمال الكردستاني أو الحزب اللي موجود في سوريا هذا وده يقوده أرمن والشيوعين على رقب الموساد والمخابرات الأجنبية لقتال المسلمين في تركيا فبالتالي أمريكا ستجد في السيسي سيسي تحت يده خزان بشري 90 مليون هذا الخزان البشري يعينه فيه قتال تركيا ويستطيع وأمريكا تمده بالإصلاح وتهده بالمعلومات وبالتصوير للأقمر الصناعية وبالتجسس على الاتصالات وبالاعتراض والتشويش وكل حاجة تضع كل الإمكانيات الليجستية وهذا ما تفعله أمريكا مع حزب العمال الكردستان بتدل المتفجرات والأسلحة والمعلومات ومواقع الجيش التركي وتحركات وكل شيء المخابرات الأمريكية شغالة تمد كل عمليات التفجير داخل تركيا المخابرات الأمريكية بتماؤل المعلومات الخاصة به وحتى في الانقلاب العسكري في تركيا لما ننظر للتاريخ العلاقات بين مصر وتركيا في التلتمائة سنة الأخيرة نجد أنه حدثت سلاسة حروب بين مصر وتركيا يعني في كل مئة سنة تحدث حرب ونجد هذه الحرب مدفوعة بقوة صليبية أول حرب كانت علي بيك الكبير أول ما نشن حرب استخدم الخزان البشر في مصر في أنه يخرج وقاتل الدولة الإسلامية العثمانية لحساب روسيا الصليبية الحقيقة بعد انقلاب اتنين وخمسين أو بعد ما يسمى حركة اتنين وخمسين التاريخ تزور وبدأ ينسب لمحمد علي أنه هو أول من فكر في استقلال مصر أو إنشاء دولة حديثة لكن أول واحد فكر الحكاية دي وبطل حكاية للمهاردة ابن الأسيس الرومي علي بيك الكبير بس مش بس كده ده كمان عزل مصر عن السلطانة العثمانية وبعت للسلطانة العثمانية يقال له انت مالكش علاقة بمصر وبدأ علي بيك كبير에 فكر إزاي مصر يведه تبقى دولة مستقلة وبدأت مصر تبقى دولة مستقلة استقل علي بيك كبير عن السلطانة العثمانية وعمل عالم لمصر أوريا لمصر وعمل كمان عملة تدق باسمه هو بس ومنع كمان الجزي عن السلطانة العثمانية وأول من فكر في استقلال مصر في تاريخ مصر كلها مش محمد علي كان عليبي الكبير ابن الأسيس الروم كان بدأ في الوقت ده عليبي الكبير يعمل حروبه في الشام مين كان قائد حروبه في الشام قائد جسور ومملوكه ودرعه لمين محمد بيكاب الدهب ما تعرفش مين اللي أوعز لمحمد بيكاب الدهب إن الخروج على الخليفة المسلمين حرام ما تعرفش مين في الشام أوعز لمحمد بيكاب الدهب إن عليبي الكبير بقى غاني جدا وإنت ممكن تكون أحق بالولايات من هنا بدأت المؤامرة على عليبي الكبير من أقلص خلصاء محمد بيكاب الدهب يقولوا بعض المؤرخين إن روسيا كانت لديها خطة إضافية تقتضي باستنهاض سكان بلاد الشام ومصر أيضا للثورة ضد الأتراك هذا شيء مصير للاهتمام هل هذا صحيح؟ كل شيء بدأ من انتفاضة الخاهرة في عام 1770 المعروفة بانتفاضة علي بيك الكبير الذي أعلن استقلال مصر عن إسطنبول إذ رأى أن الوقت قد حان لذلك كانت تلك انتفاضة مملوكية نموذجية متعددة القوميات في أساسها لأنه كان بين المماليك أيضا أسرى قوقازيون تدربوا على أيدي الأتراك ومصريون محليون تزايدت الانتفاضة قوة وبالمناسبة يمكن اعتبار علي بيك السلف لمحمد علي باشا حامل فكرة استقلال مصر وهكذا اتصل علي بيك بأليكسي أرلوف هل علي بيك الذي بادر إلى إقامة الاتصالات؟ لقد أرسل مبعوثا بمثابة وزير الخارجية وكان أرمانيا لقد أرسل إلى أرلوف هذا الأرماني ياكف الذي وصل إلى الأسطول الروسي وتبادل الرسائل مع عليكسي أرلوف من بين أشياء أخرى طلب علي بيك من الروس إزداء العون له في محاصرة مدينة يافا وقد أرسلت إلى هناك بضع سفن الروسية أذكر واحدا فقط من قادة السفن وهو سيرجي إبليشيف الضابط في أسطول أرلوف أما قصة بيروت فقد جرت أحداثه على النحو التالي كذلك وبناء على طلب من علي بيك وجه أرلوف سفينتين أو ثلاثة سفن وعلمت نها قوة إنزال لبأس بها إلى شواطي بيروت ظهروا قوة الإنزال أحدث أثرا قويا على الشيخ أحمد الجزار الذي كان حينها واليا على عكا وأرسلته الدولة العثمانية للدفاع عن بيروت بعد حصان استمر بضعة أشهر استسلم أحمد الجزار وطيلة ستة أشهر بقيت بيروت عمليا خاضعة لروسيا حكايتنا النهاردة عن الخيانة إزاي ممكن تضمر مملكة عظيمة أو سلطنة عظيمة للخيانة مصر كانت مملكة عظيمة على إيد سلاطين الممليك في الوقت ده كان سليم العثماني مجند ناس من أتباع قنصوها الغوري لحسابه هو كان منهم خير بك خير بك كان أمير حلب كان عينه السلطان قنصوها الغوري أمير على حلب بدأت في الوقت ده لتصلات ما بين السلطان سليم العثمان سليم الأول وخير بك بدأ يتصل مع بعض وبدأ خير بك يحلل السلطان العثماني قد إيه عظمة مصر وإنك يجب أنك تحتل مصر أو تدخل مصر والحرب الثانية التي نشى بين تركيا المسلمة ومصر أيضا كان في عهد محمد علي محمد علي مدفوعا بالصليبيين سواء من الفرنسيين لأنه من يراجع مذكرات الجبرتي ومذكرات نوبار باشا وتأسيس قوات عسكر الصليف في مصر هذه يكتشف أنه كل قيادات جيش محمد علي كانت أصلا صليبية مسيحية جوزيف انتلمي الشهير بسليمان الفرنساوي كان هو رئيس أركان الجيش محمد علي الذي قاتل في قونيا وفي المواقع النزيب وغيرها وكتايا وغيرها من المدن هنا في تركيا كان واحد مسيحي فرنسي وحفدته الملكة نازلي التي عليت أنها مات على دين أبقها ودفنت على الكاسلوكية في أمريكا وكانت مشى في الحرام مع واحد وكان ده نشر يعني فكان محمد علي الأرمن يسيطرون على حكم مصر في عهد محمد علي الأرمن، النصارى، اليهود، الماسونيين، الإنجليز، الفرنسويين، النمسويين كل الكتلة المسيحية يعني الصليبيون واليهود كان هم من يحكمون مصر في عهد محمد علي وشنوا الحرب الثانية ضد الدولة العثمانية ودلالة ذلك أو آية ذلك لما تقرأ مذكرات نوبار باشا اللي هو أول رئيس وزراء في مصر وكان أرميني مسيحي صليبي أصلا يتحدث وهو كان من العاملين مع إبراهيم باشا قائد قوات العسكر اللي كان بتحارف في الدولة العثمانية اللي يا تركيا الآن فهو يقول نفسه أنه لما توفى إبراهيم باشا كان هناك ستة بجوار جثمان إبراهيم باشا اتنين مسلمين وأربعة نصار ده يوريك مدى السيطرة للمسيحيين على لما الإنسان بيجي موت يا جماعة أقرب الناس إليه مين اللي بيجونه موجودين تب عائلته أسرته أقرب الناس إليه فكان إبراهيم باشا حواليه أربعة نصار واثنين فقط مسلمين كان أخته واحدة تانية تقريبا يعني مذكور هذا في مذكرات نوبار باشا بعد ذلك 1914 الحرب العالمية الأولى وقعت الحرب الثالثة بين مصر وتركيا أيضا مدفوعة بقوة صليبية الإنجليز هم جندوا مليون ومئتين ألف جندي من مصر سواء القطار على جابة ألمانيا أو القطار على جابة فلسطين وقام الخاونة الذين تم تجندهم من المصريين وقاموا باحتلال فلسطين المسلمة وسوريا المسلمة والحجاز المسلمة دخلوا كان في قوات ذهبت للحجاز موجود في وذكرات لورنس صليب الضبط الصليب المخابرات البريطانية توماس إدوارد لورنس الشهير باللورنس العربي يسمونه كذبا إنه ما هو لورنس اليهود والإنجليز يعني وأخذت الشام وفلسطين والعراق وما إلى ذلك وأدى ذلك إلى إسقاط الدولة الإسلامية العثمانية إزاي سنة 1917 ممكن نتكلم في أكتر من مليون جندي مصري كانت أعداد مصر أساسا كام ساعتك؟ كان 14 مليون أعداد مصر 14 مليون كانت تجنيد من سن 13 إلى سن 65 سنة وتجنيد إجباري لأول مرة في تاريخ مصر أنا كمان كنت في صدمة الحقيقة أني ألاقي في البريتش ناشنال أرشيف باعترافات القادة البريطانيين أن عدد الجيش المصري وصل إلى مليون ومئتين ألف ففرغت مصر من رجالها الرجال اللي هو بيعمل وينتج وفقا للأرشيف العسكري البريطاني فإنه تم قتل 600 ألف مصري خلال قتالهم تحت راية الصليب الإنجليزي ضد المسلمين في فلسطين والشام والعراق وعلى جبهة بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ونشرت صحيفة الوفد نقلا عن دراسة للدكتور أشرف صبري المحاضر في أكاديمية ناصر العسكري نبذة عن قتل العسكري لصالح جيش الاحتلال البريطاني نحن إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي من الفلبين حتى السنغال سنجد أن هناك دولة إسلامية واحدة لا يوجد فيها عسكري واحد أجنبي هي دولة غزة قاعد يقول لها غزة دولة أيوة دولة واقع ما يهمش هو دولة رسول صلى الله عليه وسلم كانت الفرس بتعترف بها إلا الروم بتعترف بها دولة دي يعني انت قائم دولة ذات سيادة ليك سلطة وقوات عسكرية موجودة وبتسيطر غزب عن العين التخيم بمجمزكه ما هو فيه دول معلنة وعضو في الأمم المتحدة وليس الدول دي مستعمرات زي الدول الصيونية كادة العربية مستعمرات يا دي دول اللي الصبح أي واحد معدي ياخدها ما هي أصم التاخده يعني المهم فغزة دولة واقع طيب الدولة الإسلامية الثانية التي تسعى أن حكومتها منتخبة من المسلمين فيها يعني أنت لو نظرت العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه إيه الحكومة المنتخبة من المسلمين فقط دون رشوة لأنه فيه دول تم دفع أموال من الخليج لانتخاب حكامه يعني الحكومات اشتروها أمريكا اشتارت تكلفت ناس في الخليج اشتروا الحكومات دي واشترتها وزورت اشتاروا الانتخابات أصلا كلها فالبلد الوحيدة اللي انتخابت فيها لم تتمكن المخابرات الأمريكية حاولت مرة كثيرة ونجحت في يونيو 2015 اللي الحزب معرفش يقولها لما المخابرات الأمريكية سعت من خلال تأسيم كتلة الناخبين المهم ده موضوع أقر لكن الدولة الوحيدة اللي المسلمين فيها ينتخبون حكومتهم ورئيسهم هي تركيا انتخابات حرة دون ان المال الأجنبي يلعب والإعلام الأجنبي يلعب وإعلام المخابرات الأمريكية يلعب انت لو نظرت حتى للدول اللي بيحدث في الانتخابات العالم الإسلامي وعددها محدود تجد انه السيطرة الاقتصادية والمالية والمخابرات الأجنبية شغالة تدمر كل حاجة وبيتم دفع رشاوة بالكاز لكن تركيا في الحقيقة وهي الدولة الوحيدة التي تحاول أن تنتخي غزائها واسلحها ودوائها فبالتالي أمريكا وروسيا والصين وكل العالم الصليبي أو هذا لا يريد لدولة أي دولة مسلمة سأبقى تركيا هي في حالتنا أن تقف على قدميها فسيبادرون إلى قتالها وحربها وأقرب قوة يستعينون بها الخزان البشري في مصر والخزان البشري في الهند والخزان البشري في باكستان والخزان البشري في بينجلاديش والخزان البشري في أندونيسيا وحدث هذا في الحرب العالمية الأولى في قوت العمارة في العراق الإنجليز استعانوا بقوات من الهند وقوات من هذه الدول طيب إحنا بقى دورنا إحنا إيه ودور الحكومة التركية إيه دورنا إحنا أن إحنا لا نحتقرن من المعروف شيئا يعني كل مسلم في يدي يعني بمقدوره أنه هو قدر استطاعته يشوف أنا في إيدي أعمل إيه علينا أن نعمق عقدة الواق والبراء علينا أن نعرف المسلمين بدورة الولاء للمسلمين وولاة المسلمين ومعادات الكفار المحاربين للمسلمين صليبيين بوزيين هندوسين أي كافر محارب المسلم من ينضوي تحته فهو تبعه وعدونا فالسيسي هو من الأعداء المحاربين للمسلمين وعسكره معه دي مسألة كل من يوالي المحارب الكافر فهو من صنف المحاربين الكفار هؤلاء فياجب مسألة الولاء والبراء كل مننا قدر استطاعاته عليها أن يقوم بالتوعية أو يفعل اللي في إيده فمعرفش كل واحد في إيده إيه أنا أقولك نموذج بسيط جدا وهذا النموذج كاشف مفرح ومحزن ونموذج خطير دلالته خطير هو مسلسل أرتغل مسلسل أرتغل مسلسل تركي طبعا يقول له حلب معروف يعني وأزعو من الحمد لله أنا قد أه معرفش ممكن مش عاوز أقوله أنا أول واحد دعا المسلمين العرب إلى مشاهدتي وفي ناس سخرت منه وقاتلك إزاي وهنتعلم علوم سياسية من مسلسل أيوة بدل ما تعلمها من سيف عبد الفتاح ورجال عزم أنطون بشارة ويبوضوا عقولنا وكل رجال عزم أنطون بشارة بوضوا عقولنا في العالم العرب وخلوا الرئيس مرسيقع وخلوا الفتونس تيقع والمغرب بهيت ومش عارف إيه لأنه أنا وجدت يا جماعة أن في جماعات إسلامية اللي بيحط لها الخطاب الديني بتاعها عزم أنطون بشارة والله أنا لقيت حاجات في غاية العدم عزم يقول فصل الدعوة السياسية لقيت ناس طلعت فيه وغيره وغيره يعني الموضوع عزم أنطون بشارة ده موضوع آخر يعني الالتقاء الشيعة بالصهاينة بالنصارى في مشروع واحد لأن خلال شخصة عزم أنطون بشارة ده موضوع آخر ممكن نخصص له حلقة من المستقلة لكن في مسلسل أرتغل إيه اللي حصل واحد مسلم اللي هو صاحب موقع النوق ده واحد شخص قرر أن يترجمه وجده مهما فترجمه عمل فرض ما عملتهش الحكومة التركية وما عملتهش أي حكومة في العالم العرب وما عملتهش جهة ولا جماعة لإخوان مسلمين ولا جماعة كذا ولا جماعة الإسلامية ولا كذا إنما ده واحد بطوله ربنا هداه وكانش يعرف كان هنجح له وترجم المسلسل على نفقاته الخاصة فإذا بهذا الشخص الفرض يقوم بعمل توعية أنا مش أقول بقى أنه طبعا هو دفع عن تركيا وأدى خدمات لتركيا كثيرة وبعد كده التلفزيون الترك عليته وقفلوا القناة بيكافؤوه أما ليه إنه بيحمل لوك إلا أحسابه كذلك أنا معرفوش لكن أحسابه كذلك يعني ما يمكن أنه يعني كذا أظن يعني ما يمكن أنه يعد يترجمه كل هذا الدائب ويبقى شخصية مجهولة ولا أحد يعرفه إلا إذا كان رجل يبغى واغل الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هدي نياته اللهم أمين يا رب فبالتالي هنا واحد عمل توعية قدية للمسلمين في العالم العربي كتير جدا يعني مسلسل عمل 202 مليون مشاهد على اليوتيوب فهذا الشخص المسلم اللي هو صاحب موقع النور دهو لأسف لا يحضرنا اسمه كان نفسك يعني نستطلعه على التليفون قبل الحلقة فهذا الشخص المسلم رأى أنه بمفرده أن يفعل هذا الأمر في المسلسل ففعل فشوفه وقد خدمة دي للمسلمين في التوعية تانيا بقى لذلك أنه هو وضح للمسلمين العرب حقيقة الحكومة التركية وحقيقة المجتمع التركي وليس كما يروجه الإعلام العربي أنه مجتمع علماني وحكومة علمانية وأردوغان ده علماني وأردوغان ده راجل فرط في دينه وأردوغان ده كده بحيث ما هو ده للمسلمين بعضهم البعض نخلي بقى لك أردوغان ده عارفين نجح ليه؟ لأنه فرط في دينه ده إعلام المخابرات الأمريكية أنه يمدح أردوغان أو يمدح تركيا بما يزمه زي أنتوا فاكرين لما يمنور طلع في قناة مصر الآن وقال لك ريس مرسي كان بيقى بني يحط رأسه على صدر ويعيد هو يزعم ويتظاهر بأنه يمدح ريس مرسي لكن في حقيقة هو يتظاهر بأنه يمدح ده أسلوب يعني فالذي حدث ده شخص يعمل كده طيب الخطير في الأمر أن الحكومة التركية الحكومة شو بقى الحكومة التركية بكل أجهزتها بإعلامها بكل يعني مفروض بقى بوزارتها والأجهزة التابعة لها لم تنتبه إلى أن مسأس الأرتغل ده مهم جدا للعالم العرب شو بقى الجانب المخيف في المسألة فإذا إيه اللي احنا نقدر نقوله كأفراد أن كل واحد منه نرأى في مجاله هو ينطلق مش يقول والله لو كان الحكومة التركية كانت شايفاء مهمة كانت عملته مفروض حكومة التركية مش شايفاء وفي مسأس الأرتغل ما كانت شايفة أنه مهمة للعالم العرب وبدليل أنه هم لم يترجمه أصلا ولا دبلجوه حتى ده كله يعني واحد اللي عمل أنت فاهمني وحتى برضو مسلسل السلطان عبد الحميد ولا الحكومة التركية دبلجته ولا ترجمته وفي مسلسل لسه بقى ما شفتوش المشروف أبوحكي لكم عليه اسم المجهولون معرفش بقى هما الناس بقولوا كويس نسه بصراحة هو تقول لتات حالات لسه ما شفتش عجالسة أشوف بقى بيزة إن شاء الله إن الحكومة التركية أنا معرفش لأن أنا لا أعرفهم يعني معرفش مين في الحكومة اللي أنا بتكلم تركي ولا بقى بيزة هم ولا كده يعني مش رقبهم هل هم يعني مجدودين في المؤامرات اللي المخابرات الأمريكية بتعملها في الداخل لدرجة مش شايفين حواليهم يعني مستدرق ولا هم مش مدركين إيه اللي بيحصل في المنطقة من حيث إنه مفروض إيه الخطاب اللي يوجه لهم المهم أما ما يجب على الحكومة التركية فعله لمنع هذه الحرب فأنا على الصعيد الإعلامي اللي أفهم فيه إنك بايقل أصدر أنا مفهمش فيها يعني لكن الصعيد الإعلامي أقول الحكومة التركية انشغل بمعارقة البطول بتجري مساعدات أكل ودي أكل عشان سوريا ودي أكل عشان المسلمين في العراق ودي أكل عشان المسلمين في الصومال ودي أكل عشان المسلمين في بورم فالحكومة حتى هم في التركيا برضو حكومة سابق تصرف على اللاجئين وكذا وانا عرض علي من جمعيات عربية خد مساعدات قلتهم الحمد لله انا مش محتاج يعني الحمد لله بقولك مساعدات كتير وفايدة الحمد لله ندع الله سبحانه وتعالى ان تكون كتير وفايدة بس نقصد انه الحكومة التركية انشغلت بمعرقة البطول وناسيت معرقة العقول طرقة عقول المسلمين ان كان في العالم العربي او في اسيا الوسطى انه فيه جانب من الناس اللي بيجاد تفجر جاد من اسيا الوسطى والهند وبنجلديش وكذا الحكومة التركية عليها ان تنشغل بمعرقة العقول عليها ان هي اللي كان ارتغلو مسلسة ارتغلو ولا سلطان عم حميد ولا فلينتا مصطفى ولا غيره افلام السلطان محمد الفاتح الانتاج السينمائي الذي تم انتاجه في تركيا ويعبر عن هوية المجتمع المسلم في تركيا يجب انتوا ترجم يا اخي للغة الهندية والترجم للأردية والترجم للبنغالية بتاع بينجلديش والاندونيسيا ويجب ان الحكومة التركية تبدأ تشوف مسألة العقوب لان انا لما شوف الاعلام في العالم العربي كله هل ايه اعلام في العالم العربي وده اللي حسنا في العالم العربي مبالك بقى في اسيا الوسطى بس باكستان وكزاكستان وتركومنستان والدول دي والقوقاز وعندك في الهند انا مش عاوز اهم الهند وباكستان لان دي كتا الخزانات بشرية نجري خزان بشر خزانات بشرية مخيفة وقت ما تقوم حرب امريكا هتجيب لك منها ملايين ويتيجي تسادم الدنيا عليه فاذا لم تستسمر الحكومة في مجال العقول من الان عقول المسلمين ولابد المسلمين يبقى عارفين تركيا من تركيا يعني ما شوف مسلسل ارتغل انا كده باعرف تركيا من الاطراف انما اننا اسمع قناة بتضار ولا قنوات بتضار من المخابرات الامريكية اللي بتكلمنا عن تركيا كل سنة انت طيب ان بخسرت الحرب قبل ان تبدأ انا ارجو الواقع جد خطير والمؤامرات تحاك في تركيا اللي انا شايفوه انه المخابرات التركية والحكومة التركية سبقى الامريكان بخطوة في الحرب داخل تركيا وده اللي واضح انه كل المؤامرات المخابرات الامريكية فشلت حتى واحد طلع منهم في المؤلاء اردوغان اكتس النخبة للموالية بتاعتنا لكن في محيط العالم العربي ومحيط العالم الاسلامي انا اجد ان المخابرات الامريكية سبقى تركيا والمخابرات التركية سبقاهم بخطوات كثيرة ده مفهوم لازباب تاريخية المخابرات الامريكية بتعمل في العالم العربي بتعمل في مصر 150 سنة من يوم ما عملت مدرس التنصير جمال عبد الناصر ابوه اللي من 1850 خارج مدرس التنصير امينة نصر عميدة كلية الدراسات الاسلامية في الازهر خارجة مدرس التنصير وغيره وغيره هو اولاد جمال عبد الناصر من الجامعة الامريكية اولاد مش عارف ايه وهكا المهم وبالتالي المخابرات الامريكية من 150 سنة عملت شبكة تجسس كبيرة جدا في العالم الاسلامي 150 سنة خبر فهي عندها عائلات مجندة عائلات جدا عن اب زه يقول المهم الامر يحتاج لتحرك عاجل وسريع للإستثمار في مجال الرقول لان هذا هو ما يحقن الدماء ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته